تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعا يقيم المجلس الأعلى للمرأة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية 2024 وذلك في الأول من شهر ديسمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا مقاليد الحكم وتقام هذه المناسبة الوطنية تحت شعار المرأة شريك جدير في بناء الدولة وهو شعار الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المعتمدة من قبل جلالة الملك المعظم في عام 2005 هذا وثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله هذه الرعاية الملكية السامية من جلالة الملك المعظم التي تعزز المسئولية الوطنية للمجلس الأعلى للمرأة في الحفاظ على مكتسبات المرأة البحرينية وضمان مشاركتها الكاملة والمتكافئة في البناء الوطني مشيرة سموها إلى أن المرأة البحرينية أثبتت جدارتها بحمل المسئوليات الوطنية بإخلاص وولاء في مختلف مواقع العمل والإنتاج ومعتبرة أن ما تحظى به المرأة من رعاية واهتمام ملكي سام يجسد الكثير من الثواهد والنتائج الطيبة التي تضعها الحكومة الموقرة في أعلى سلم أولوياتها وأكدت صاحبة السمو الملكي أن المسيرة المباركة لجلالة الملك المعظم متواصلة في تعزيز مركز المرأة مشيرة إلى أن هذه المناسبات الوطنية تعد فرصة لاستذكار المرتكزات الأساسية لثوابت منطلقات مشاركة المرأة البحرينية والمتمثلة في مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل لعام 2002 وما تضمنه من نصوص مضيئة تؤكد حقوق المرأة البحرينية كحقوق إنسان في المقام الأول وقالت تأسموها إن المجلس الأحلى للمرأة يعد أحد ثمرات المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم ويحظى بدهم ملكي كريم ومساندة دعوبة منذ تأسيسه في عام 2001 وسيواصل القيام بدوره الوطني وتنفيذ التزاماته تجاه المرأة البحرينية بالعمل على ضمان استدامة مركزها القانوني وتقدمها وتوفير الخيارات النوعية لتعزيز مشاركتها وتطوير الخدمات المساندة لتقوم بدورها منوهة سموها حفظها الله بما تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من تجاوب مع مبادرات وبرامج المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق تكافؤ الفرص والتوازد بين الجنسين وأشارت سموها إلى أنه بمناسبة الاحتفال الوطني باليوبيل الفضي وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سيعلن المجلس الأعلى للمرأة إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع والبرامج والفعاليات المتنوعة للاحتفاء بما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية وأكدت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن المبادرات والبرامج والمشاريع التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة في أولويات خطة عمله لعام 2024 ستكون ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها بالتزامن مع هذه المناسبة الوطنية وأعربت تأسموها عن الفخر والاعتزاز لما تقوم به المرأة البحرينية من جهود وتفان في تقدير المسئولية التي تتحملها في خدمة الوطن وليكون النجاح والتقدير عنوانا وشاهدا على تقدمها ومشاركتها في بناء الدولة